بدر البيضاء تمكنت اليوم مصالح الشرطة القضائية من حجز 167 من الأسلحة البيضاء المعروفة بسيوف الساموراي بمحل لباع الأحذية بدرب عمار يملكه تاجر من أصل أسيوي عم صمدت عام روبرتاش عيد الأضحى ليس بعد على الأبواب وهذه السيوف رصدت فيما يبدو لضحايا من بني البشر فرقة الشرطة القضائية تمكنت اليوم من حجز 167 سيفا بمتجر للأحذية يملكه بائع أسيوي أحد المواطنين الغيرين تقدم لدي رجال الأمن وتقدمها أعطانا معلومات حول شخص يتاجر في الأسلحة البيضاء الخطيرة الأسلحة البيضاء المحجوزة تنوعت ما بين 105 من سيوف الساموراي و53 سيفا من الحجم المتوسط وتسعة سيوف ساموراي من النوع الممتاز الدائرة الأمنية الخامسة اشتغلت على هذه المعلومة وتبين بأن المعلومات صحيحة وتفتيش دي المتجر لحجزنا بجموعة دي الأسلحة البيضاء الخطيرة والتي تبين بأنها استوردها مؤخرا وقد تمت إحالة القضية على مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والتحريات وتقديم المتهمين إلى المحكمة الخاصة كما نوهت مصالح الأمن بتعاون المواطن الغيور على أمنه وسلامة وطنه اشتركوا في القناة